بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قبل أن أبدأ هذه الكلمة أود أن أشكر شيخ الإسلام في هذه الدولة أسأل الله سبحانه وتعالى المباركة فيه وفي كل من يقوم على نشر الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعضه الصلاة والسلام السلام أنا طالب مثلكم الشيخ المفتي هو كان مع مشائخي يعني إذن أنا طالب عنده نعم نعم وهذا من التواضع أن أنا الآن ألقي لكم الكلمة وهو يستمع جزاكم الله خير جميعا دوائے خوام طوم نأر طوم طور خوامทาน جولاشมุตری ท่าน يمحيكي อยู่ ناسطان تيني ใน خنات تي شايف جادي پوت باقرب نامرين تنم لاي لك لاي نعم أريد أن أبين لكم أمور ستة ستة أشياء لابد طالب العلم يأتي بهذه الحقوق الستة لابد كل واحد مننا سواءنا او أنتم نأتي بها ذي الحقوق السيطة ممنوع الكلام لا حد يتكلم عيب يتكلم ونحنو للق الدرس نعم أب شاك نے بأك ترجمة نانسي قنقر نعم حقوق ستة لابد يؤديها الطالب حقوق ستة لابد يؤديها الطالب الأول مع نفسي أنا ماذا أصنع أنا الطالب علم ماذا أصنع مع نفسي لابد أن أخلص وأطلب العلم لله أتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد يظهر عندما يراني أحد في الشارع يأعرف أني طالب علم في اللباس في الأداب في الأخلاق نعم لابد أن أكون أنا متصف بهذا العلم عاملا به تعمل بالعلم ليس فقط العلم هنا في معهد ثم تخرج وتترك العلم ولا تعمل به أثاني حق مع الكتاب ماذا أصنع مع الكتاب ماذا أصنع مع الكتاب ماذا أصنع مع الكتاب لابد الله سبحانه وتعالى المصحف هذا أقل شيء عنده على الإسلام ماذا أصنع مع الكتاب يقطع الكتاب يارم الكتاب في أي مكان نعم والله ويأتي للأستاذ يقول ما عندك كتاب يأتي لك يقول كتاب ضاع الكتاب مني أنا أريد كتاب يا أستاذ زاك الله خير ماذا أصنع مع الكتاب مني أصنع مع الكتاب ويأتي لك كتاب كل واحد منكم مدرس ليس فقط هذا الأستاذ ليس فقط هذا الشيخ الإسلام كل واحد منكم هنا معلم مدرس كل واحد شكرا شكرا جبريل عليه السلام عندما جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه معلم أستاذ نعم جبريل عليه السلام عندما جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه النبي عليه السلام هذا معلم إذن كل واحد منكم أستاذ معلم لابد أن نحافظ على هذا المكان يعني لا نرمي الأوساخ لا نكسر لا نخرب نحافظ على النظافة لا نشوش لا نتكلم نعم counselling معلم معلم أهلا لأننا جميع أننا نتعاون على طلبان العلم على الحفظ على المراجعة لا نتعاون على الإثم والعجوة لا نتعاون على الإثم والعلم حق مع المعلم مع الأستاذ هذا الأستاذ هو الأب الحقيقي لك ليس الأب الذي بالنسب لأن هذا يورثك العلم والعلم يبقى والأب يورثك المال والمال يذهب الأب الحقيقي لك هو المعلم الأستاذ أؤمن أن الكثير من العلم ف الإند propagation هو المعلم 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 اصدادس حق مع العلم هذا العلم الذي تتعلم هذا كنس ثمين لا بطحامر علي لا يفقد منك ستطورة هي ستطورة روان نقرية ونقرية نقرية نقرية رأكسة سيئة رأكسة 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 لا يوجد لا يوجد خوام رؤية ونقرية 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 نعم فقط هذا حقوق ستطورة أريد أن يحفظها ويعمل بها تطورة ستطورة 6 ประการ 6 خاص التي شكايزم ได้ فاق พวกنا เอาไว้ تطورة خاصة نعم خوى كت تطورة برايوط อย่าง ينقرية تطورة تطورة نعم نعم بات بات نعم 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 لأنني أنا ممكن أرجع إلى بلدي نعم ويسألوني بعض الناس يقول ماذا رأيت من الطلاب هل رأيت منهم عمل بالعلم أدب نعم تطورة 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 لأن الإمام الشافعي إمام يحسن التكلم باللغة العربية لابد أن نكون حفاظ كما كان الإمام الشافع إمام حافظ الآداب الأخلاق يعني ليس فقط تقول أنا أحب الإمام الشافعي لا تحب الإمام الشافعي لابد أن تقتدي به تعمل بأي شاي رأو بو توا رأو رأو إمام الشافعي رأو جتم بات بات هاي هن صدق عمهن رأو 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 إمام الشافعي دوئ كان دوئ كان بات طلب العلم أفضل من صلاة النافلة يقول الذي يقلب العلم أفضل من الذي يصلي النافلة هذا يقول الإمام الشافعي رأو سواء 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 هل معنى هذا لا نصلي النافلة هذا يقول جزاك الله الخيران الحمد لله ما نصلي النافلة نقلب علم لا سواء لا سواء لا سواء 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 لا لكن إذا تعارف عندك طلب العلم مع النافلا تقدم طلب العلم ثم بعدها تصل للنافلا نعم عندك يعني آخر نصيح لكم نعم لابد أن نتعاون جميعا كل الموجودين هنا لابد أن نتعاون نكون أمة واحدة يد واحدة قلب واحد لا نسبح لأحد يفسد علينا هذا المكان التعليم إذا أخطأ المدرس أو رأيت من شيء يأخي يدعو له قل الله يهدين الله يعلمه نعم إذا أخطأ المدرس أو صنع شيئا لا تكتاب المعلم بل تدعو له في ظاهر الغيب وإذا أخطأ المدرس أو صحابة رضو الله عليهم وإذا أخطأ المدرس أو صحابة رضو الله عليهم مدير هذا المعهد شيخ الإسلام وأعضاء التدريس والطلاب التوفيق والسداد وأسأله سبحانه وتعالى لن يلنا حق حقا وارزقنا اتباعه والباطل أباطل وارزقنا اجتنابه والله أعلم وصلى الله عن نبيه محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا أعلم بشكل أخطأ المدرس يكون بشكل أخطأ المدرس موجود في نفسي السعادة الأخطأ المدرس والله أتبع في حيث اخطأ المدرس أخطأ المدرس والدعسل الصحابة أيضاً على الذين ينطرين المستمرين وحيثون مرحبا طلاب قالوا لي يعرفوا اللغة العربية يعرفوا يعرفوا ولو كان أبليم يعني أختبرهم ممكن شيخ جاتو الصوب بس عرب بدون مترجم بدون مترجم بدون مترجم ما تومي كان كلها ها يستطيعوا جزاكم نكتفي بهذا خلاص الشيخ نكتفي بهذا الشيخ مفتي شيخ الإسلام لا يسمع نكتفي بهذا أقول نكتفي بهذا جزاكم الله خير بارك الله فيكم واسمحوا لي والله يزاكم خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته